هو بمثابة علبة سوداء دون جدران يفتحها شباب إن اختلفت أعماره تبقى سيولة الأرباح القاسم المشترك بينهم أو هو إن شئنا قلنا قبلة للباحثين عن أوراق العملة الصعبة على اختلاف جنسياتها بورسعيد أو سوق سكوار العملة الصعبة هكذا تساعت رقعة شهرة المكان حتى تحول إلى بنك مجاور للبنك المركزي للدولة وما يميزه عن الثاني سيولة مالية يشرب منها الاقتصاد الوطني فاعتبر عصا يتدحرج عليها اقتصاد مريض أو اقتصاد فاشل ومن جهة أخرى يعتبر سوق سكوار جزءا ملوثا من صورة قاتمة لمشهد الدولة واقتصادها فالمساحة التي تغير فيها العملة مفتوحة للعلن تغيب فيها القوانين وتحضر القوة والنفوذ كحاكم مشترك لإنعاش التجارة في عز الأزمة المالية التي تعصف بالبلد تذوب كتلة مالية هائلة في بورسعيد أمام أعين العارفين لكن دون أن يتحرك منهم أحد العارفون أنفسهم يدركون أن ما يدور في السوق السوداء طاقة هائلة إن استرجعت مالة كفة الاقتصاد إيجابا لا سلبا ذا كما اعترف به الوزير الأول ذات شهر من 2015 هنا تطرح أسئلة كثيرة عن من يقف وراء علبة سكوار عفواً عن من يملك مفاتيح البورصة الموازية ومن يملك الأسهم فيها وابحثوا لها عن مفسر لغض البصر الذي يظهره الساسة عند مرورهم بالسوق أم أن مفاتيح البنك على سواده مملكة لأياد ثقيلة ترجمة نانسي قنقر